فقال صلى الله عليه وسلم إن ذبحت فلا تسبحن ذات ضر أي ذات لبن فأخذ عناقا أو جديا فذبحه وقال لمرأته اخبزي وعجني لنا وأنت أعلم بالخبز فأخذ الجدي فطبخه وشوى نصفه فلما أدرك الطعام وضع بين يدي النبي وأصحابه فأخذ من الجدي فجعله في رغيف فقال يا أبا أيوب أبلغ بهذا فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم خبز ولحم وطمر وبصر ورطب ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم ثم قال والذي نفسي بيده إن هذا لهو النعيم الذي تسألون عنه قال الله جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فهذا النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة فكبر ذلك على أصحابه رضي الله عنهم فقال صلى الله عليه وسلم إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فقولوا بسم الله وإن شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا وأفضل فإن هذا كفاف بها فلما نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب ائتنا غدا وكان لا يأتي إليه صلى الله عليه وسلم أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه قال وإن أبا أيوب لم يسمع ذلك أي لم يسمع الرسول حينما قال له ائتنا غدا فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تأتيه غدا فأتاه من الغد فأعطاه وليدته أي جاريته فقال يا أبا أيوب استوص بها خيرا فإن لم نرى إلا خيرا ما دامت عندنا فلما جاء بها أبا أيوب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لوسيط رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من أن أعتقها فأعتقها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر